السلام عليكم الأمر خطير وأنتم السبب لأنكم تطمعون في الربح تبحثون عن الربح أكثر من القوانين لهذا في هذه الأيام يتم غلق وتعليق حسابات AdSense وبهذا سوف تفقد الأرباح وربما تفقد حسابك بصفة كاملة ولهذا أريد أن ننبعك بشيئان تغفل عنهم والتي سببت مشكلة كبيرة جدا الآن لعدد كبير جدا من الحسابات في AdSense إما غلقها وإما تعليقها ولكن قبل أن نبدأ فاصل ونواصل اسمعت جيدا موقع Lucky Marup الذي أصبحت لديه شعبية كبيرة في أنحاء العالم سيقوم باسترجاع لكم الأرباح من أموالكم التي اشتريتم بها المنتجات من الأنترنت نعم من أي موقع سواء جوميا أو علي إكس بريس أو موقع بوكينغ وعدد كبير جدا من المواقع التي تشتري منها المنتجات من الأنترنت وطبعا تختلف نسبة إرجاع الأرباح من موقع إلى موقع وممكن أن تصل هذه الأرباح إلى 20% ما عليك أخي الحبيب إلا التسجيل في موقع Lucky Marup وتختار المتجر الذي تريد أن تشتري منه أي منتوج عن طريق موقع Lucky Marup وسيتم استرجاع لك نسبة من الأرباح من أي منتوج والأرباح التي سوف تربحها سوف تجدها في المحفظة في ظرف 3 أيام فقط مع إمكانية استخراج هذه الأموال عندما تصل إلى 100 درهم من حسابك البنكي وأيضا من كاش بلوس وأيضا Lucky Marup ستهديكم 30 درهم هدية عند أول عملية شراء من الأنترنت طبعا رابط الموقع في أسفل هذا الفيديو عدد كبير جدا من المدونين هذه الأيام يتم تعليق حسابتهم الأدسنس ويفقدون الأرباح في الموقع ولن أتحدث طبعا لأنك تسرق المحتوى أو تضع روابط مخالفة أو أنك تضع أشياء مسروقة فهذا الأمر الطبيعي تحدثنا عنه وتحدث عنه معظم اليوتيوبر ولكن هناك ثلاث أشياء يجب عليك أن تنتبه إليها لأنك غالبا تطمع في زيادة الربح السبب الأول والذي لا يعتني به المدونين وهي مصدر الزيارات تجد أن الزيارات من اليوتيوب أو من الفيسبوك أو من المواقع أو من مكان آخر ولا يعتمد على الزيارات الخاصة من جوجل لهذا جوجل عندما ترى أن الزيارات تأتي من مصدر واحد غالبا فتقوم بتعليق الحساب الخاص بك لمدة معينة لهذا حاول أن تعدد أماكن مصادر الزيارات وهذا يقع كذلك للناس التي تقوم بعمل حملات إعلانية في أدسس أربطراج تقع في نفس المشكلة وأيضا الشيء الثاني الذي يجب عليك الانتباه إليه وهي الزيارات الوهمية أو من المواقع المخالفة فأنت ما يجب عليك فعله إلا اتباع صرحا في كيفية توقيف المواقع التي تأتي منها زيارات أو التي يعني غير مناسبة أو هي ربوات أو مواقع ربوات فقط سوف أضع لك رابط في أسفل هذا الفيديو شاهد الفيديو كي تتعلم كيفية توقيف هذه المواقع الوهمية الشيء الثالث وهي قيمة المحتوى مع عدد الإعلانات وهذا هو المشكل الذي أصبح الآن سابقا الأدسس قالت أن المحتوى يجب أن يكون فيه ثلاث إعلانات بانر وأيضا ثلاث إعلانات روابط ومحرك البحث ولكن مؤخرا يعني ربما في سنة 2018 لا أتذكر أنها قالت هذه السياسة توقفت فالإعلانات التي يجب عليك وضعها ليس هناك عدد محدود إلا على حسب قيمة المحتوى يعني خمسمائة كلمة أو ستمائة كلمة تضع فيها إعلانين أو ثلاث أو أربع والله تعالى أعلم فهذه النقطة المجهولة والتي لم توضح الأدسس هي السبب الثاني أو نقول السبب الخطير وهي أنك تضع عدد كثير جدا من الإعلانات في الموقع والمحتوى الخاص بك لا يحتوي على عدد كلمات أكثر يعني محتوى في خمسمائة كلمة أو سبعمائة كلمة وتضع فيها عدد كبير جدا من الإعلانات فلهذا لكي لا تتعرض لمشكلة تعليق حسابك الأدسس لمدة غير محدودة فيجب عليك أن تكتب مقالة أكبر يعني سواء كانت ألف وخمسمائة أو ألفين كلمة حاول أن تضع فقط ثلاث إعلانات بانر يعني إعلانات صورية أو إعلانات داخل مقالة المهم إعلان ثلاث إعلانات وضعتها يدويا ثلاثة فقط ثم الشيء الثاني والخطير والذي لا ينتبه إلي الناس وهي الإعلانات التلقائية نعم الإعلانات التلقائية مهمة جدا في الموقع لأن المحتوى إذا كان محتاج فعلا لإظهار الإعلانات يقوم بإظهارها في مكان مناسب فأنت الشيء الذي تقوم به وهي أنك تضع الإعلانات أو الإعلانات التلقائية مئة في المئة لهذا في الإعلانات التلقائية اجعلها خمسة وأربعين في المئة أو خمسين في المئة وخاصة الناس التي تقوم بعمل حملات إعلانية فأفضل أن تقوم بتوقيف هذه الإعلانات التلقائية لأنها سوف تكون هناك نقارات غير شرعية السبب الذي جعلني أتحدث عن هذا الموضوع لأنه وصلت أو وصل اليوم الذي الأدسنس تقوم بمراجعة المواقع فلهذا أنت في هذه الأيام حاول أن تنزع عنك هذه الأمور قبل أن تكون ضحية لأن عدد كبير جدا من الأصدقاء أعرفهم وقع لهم نفس المشكلة اللهم إني بلغت وأتمنى التوفيق وأعتدر إن أطلت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته